قال مدعي التحديون في المكسيك أن دائرة التحقيقات بشأن عملية اختطاف وقتل 43 من المدرسين المكسيكيين المتدربين في مدينة إيجوال عام 2014 ستتسع لتشمل الدور الذي لعبته الشرطة الاتحادية وشرطة الولاية في القضية وركزت التحقيقات في السابق على دور الشرطة المحلية التي يعتقد أنهم أسلموا الطلبة لإيصابة مخدرات قامت بقتلهم لا توجد قيود في إعلان عن من هو المسؤول وهل من بينهم أعضاء في الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة الولاية وشرطة البلدية وأثارت القضية انتقادات دولية وغضبا شديدا في المكسيك وأدت إلى احتجاجات ضد ما اعتبره الكثيرون حصانة يتمتع بها المسؤولون عن مقتل الطلبة